تعد تهم الانتماء لتنظيم الدولة ومساعدته من التهم الجاهزة التي تلقي بها القوات الحكومية على المواطنين في المناطق التي سيطر عليها التنظيم ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة وقالتها الأمنيون أن حملات الاعتقالات التي تقوم بشنها تستهدف المجرمين والإرهابيين يؤكد الكثيرون أن تلك الحملات تسعى لتكميم الأفواه وتكتسي بعدا طائفيا حالة من القلق والترقب تسود بين سكان المدن التي تم استعالتها من سيطرة تنظيم الدولة ومناطق وسط البلاد لا سيما مناطق حزام بغداد بسبب حملات الاعتقالات التي تستعد القوات الحكومية وميليشيات الحجدة لتنفيذ المزيد منها ضمن خطة ملاحقة عناصر التنظيم عمليات الاعتقال لا تخلو من الابتزاز المالي بحسب شهادات من تعرض للاعتقال سابقا إذ يضطر ذو المعتقلين إلى دفع مبالغ مالية تصل إلى آلاف الدولارات لإطلاق سراح أبنائهم أو بمجرد رؤيتهم أو تقديم الهدايا لضمان عدم تعذيبهم في المعتقل خلال التحقيق مدنيون تعرضوا للاعتقال أكدوا بعد إطلاق سراحهم أن القوات الحكومية وميليشياتها تستخدم أساليب تعذيب مختلفة لانتزاع اعترافات من المعتقلين بالقوة أو الترهيب باعتقال أفراد آخرين من عائلاتهم في حال لم يتعاونوا معهم مركز بغداد لحقوق الإنسان قال إن المركز يتابع بقلق متزايد تصاعد وطيرة الاعتقالات في الفترة الأخيرة في مناطق بالأنبار ونينوى وبغداد أيضا فيما أكد خشته من عولة الأجهزة الأمنية إلى سياساتها السابقة والقائمة على الاعتقال المدنيين بالاعتماد على وشايات المخبرين أو الشكاوى الكيدية التي عملت على زج آلاف الأبرياء في السجون الحكومية هذه الاعتقالات كثيرا ما أسفرت عن حالات أعدام وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت عن صدمتها من قيام الحكومة في العراق بأعدام 38 سجينا في سجن ناصرية جنوب البلاد واعتبرت المنظمة أن تلك الاعدامات تجري وفق عدالة منقوصة لا تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات المعروفة مطالبة بفتح تحقيق عاجل في عمليات الاعدامات ترجمة نانسي قنقر